السلام عليكم ونحمد الله تعالى وبركاته المتسبة للمشاهدة الآية ساعة القناة أقوم براهيم للعاكارات المكناس يوم تنقترح لكم عاكار من الفئة الكبيرة تتواجد المنزل تكون منسفلي جوج طوابك كل طباق فيه شقة واحدة فقط دين عندنا جوج ديال الشقاق العاكار دياليوم تتكون لنا من جوج الصالونات تلصد الغرف ديال النوم والغرفة الرئيسية بالبالكون وبالحمام جوج ديال الغرف وحدين خارين عندنا جموع ثلاثة ديال الغرف جوج الصالونات مطبخ وجوج ديال حمامات حمام خاص بالغرفة ديالنوم وحمام مشترك فينيسيون كما تنشاهدوا ما شاء الله نقيه بالنسبة للقبز راكام الفور بلافون سباقة بلاتينياء سراجم الاليمينيوم وإديك تريك ومتياز الكبير اللي عند العاكار ديال اليوم أن الواجهة ديال هذه البناية واجهة كبيرة اللي سمحت أنها أعطت لنا أربعة ديال نوافذ على الشارع إذن عندنا الصالونات بجوج للشارع وعندنا المطبخ وعندنا الغرفة للوالدين وكذلك حتى هي مباشرة على الشارع فمن الجانب ديالي الباب ديال الافصيل متى ندخلوه مباشرة تلقوا الصالونات إذن صورنا الصالون الأول وحادي لهذا يلقوا الصالون الثاني بالنسبة للمساحة الإجمالية ديال العاكار مساحة إجمالية ديال 112 متر بالنسبة للشارع تريد يكون المساحة اللي هي أقل من المساحة اللي ذكرت لكم بالنسبة للصالون في هذه الزخرافة الديكور ديال الخشب وعندنا السيجر في الديكور اللي جي قبصر عمي القبصره كامل فوق لفن حتى تصميم ديال العاكار ديالوما اللي تنتهل دفيه أن الصالونات يجون معزولين ينتيجوا على الدخلة ديال ديال الافصيل مباشرة تلقوا الصالونات كين أنفاس معهم بلاسة ديال الافصيل لغابو وطلقوا الحمام بمساحة كبيرة ديال انتصب قنا المكان المخصص ديال الضياف بوحده وطلقوا البلاسة ديال المطبخ والغرف جيين معزولين الداخل بوحدهم مستاقلين على الصالونات هنا البلاسة ديال الافصيل وعندنا هنا الحمام المشترك اللي تيجي بواحد المساحة كبيرة تيجي فيه الافصيل وطولات ورشاش نسبة الناس اللي عندهم عقارات اللي بيع سواء أرض فلاحية ولا أرض سكانية شوقة أو فيلا فإحنا إن شاء الله ممكن نعاونك بشأنك تبيع العقار ديالك بالنسبة الناس اللي بغوا يقتنعوا عقارات ما لأمومش العقار اللي تنقدموا اليوم فكين مجموعة ديال العراض كين بزاف منهم اللي محطوطين اللي مصغرين وكين عقارات اللي هما كتار اللي ما محطوطينش ممكن أنك تتعطينا طلبية ديالك ممكن إن شاء الله نشوفو العراض اللي تكون مناسبة للقدرات الشرائية كين نشوفو العقار اللي يناسب كل واحد إذن هنا عندنا الغرفة للوالدين ستصفر لنا على بلاكار كوليس اللي جي مغلف وجي مقسم وحمام خاص بالإضافة للبالكون واذكرنا عن الناس اللي مهتمين باكار فقط يكونوا اتصال بنا باش إن شاء الله انتقلوا معهم من على المكان ونكتشفوا هذا العرض وعرضوا هذين خرين مباشرة إن شاء الله إذن عندنا هنا الباب ديال ديال هادا الغرفة لكي سدلنا الحمام إذن هادا حمام خاص بالغرفة بالغرفة النوم نسبة الناس اللي تتسألوا عن المقايا فحنا سنتوجدوا في حي كاميليا مساحة إجمالية دال هذا العقار مئة وثناش المتر تم المقترح تمنيا وربعين مليون قابل شيئا ما للنقاش فقط تكفيك أنك تزورنا ونكتشف معك جميع العقارات المتاحة وكل واحدة ديال الحاجة اللي على حساب القدرة الشرائية دياله اللي على حساب النوع ديال العقار اللي ممكن أنه يناسبك هذه الغرفة رقم جوج سيوا كذلك مساحة كبيرة وعندنا الغرفة الثالثة تعي بميساحة كبيرة إذن عندنا مجموعة ديال ثلاثة الغرف جوج الصالونات مطبخ جوج الحمامات حمام كما ذكرنا خاص بالغرفة بالنوم وحمام الشرك وبالإضافة للبالقون اللي تتواجد في الغرفة اللي سميناها رقم واحد هنا عندنا الغرفة رقم ثلاثة سنتمنعنا العقار ديال اليوم نكون وصفته بالشكل الصحيح كان معكم أخوكم إبراهيم ما تنسوناش بالدعوات وإلى شقة أخرى وعقار آخر إن شاء الله كملوا معنا الفيديو باش تشاهدوا معناه لمطبخ وإلى عقار آخر وشقة أخرى إن شاء الله دمتم في رعية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة